ضياء آخر تطورات عمليات البحث والتفتيش عن الأسرى الهاربين نعم يعني ثلاثة كتائب من الجيش الإسرائيلي وسبع سرايا تم إدخالها مباشرة في كل الأراضي الفلسطينية بحثا عن الفلسطينيين الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من داخل سجن جلبوع بعدما تمكنوا من الفرار من خلال إحدى الأنفاق التي قاموا بحفرها واستغلوا خطأ هناك ولكن الجيش الإسرائيلي رفع من حالة التآهب في صفوفه فعليا في مختلف مناطق الضفة الغربية على وجه التحديد في منطقة شمال الضفة الغربية كون الستة أسرى هم من مدينة جنين أي شمال الضفة لذلك العمليات تتركز في منطقة شمال الضفة الغربية بصورة تامة على العواجز الإسرائيلية أفدنا بأن هناك تعزيزات كبيرة وأيضا تجديدات وتفتيشات وتدقيق في بطاقات الهوية الشخصية لمن يمر عبر تلك الحواجز ولكن إسرائيل فعليا مددت وهذه للمرة الأولى منذ سنوات لم تمدد إسرائيل فعليا فرض حالة أغلاق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بمعنى أن العياد اليهودية كانت أيضا تنتهي هذا اليوم ليلة أمس من المفترض كان أن يتم فك الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية وأيضا غزة لذلك تمديد هذا الطوق ليوم السبت يدل على أن إسرائيل تخشى من تصاعد الأوضاع هناك في الضفة الغربية يوم أمس وليلة أمس شهدت أربعة عمليات نوعية وهي أطلاق نار صوباء الجيش الإسرائيلي بدأت من منطقة بيت إيل ومن ثم أطور في مدينة القدس المحتلة وبعدها في منطقة جنين ومحيط حاجز قلندية هناك مسيرات خرجت في منطقة الخليل وبيت لحم وكذلك في منطقة شمال الضفة الغربية في منطقة نابلس ومحيطها بطبيعة الحال هناك خشية أمنية في هذه الأثناء حسب مصادر خاصة لقناة الغد أفدنا بأن وزير الأمن الداخلي عمر بارليف يعقد اجتماعا مع ممثل إدارة الأسرة الفلسطينيين داخل سجن النقب السحراوي وهو أكبر السجون التي تضم عدد من الفلسطينيين وقرابة 1400 أسير داخل سجن النقب هناك اجتماع يُعقد بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وممثل الحركة الأسيرة داخل السجن لربما لنقاش بعض الأمور خصوصا بأن الأسرة هددوا وأصدروا بيانا قبل قليل وقعت عليه كل الفصائل الفلسطينية ابتداء من حركة فتح والجهاد الإسلامي وحركة حماس والجبتين الدموقراطية والشعبية قالت فيه بأننا سنصعد من خطواتنا وأن الشارع الفلسطيني مطالب أن يخرج بمسيرات تجاه نقاط التماس حتى يتم دعم معنويات الأسرة داخل السجون هذا طبعا البيان الذي صدر عن الحركة الأسيرة ووصلنا نسخة منه قبل قليل بطبيعة الحال أيضا نادي الأسير قبل قليل أعلن بأنه تم إبلاغه من الصليب الأحمر بأن زيارات الأسرة داخل السجون أي عائلات الأسرة التي تزورهم بشكل شهري تم إيقافها حتى نهاية هذا الشهر بصورة كاملة حسب الصليب الأحمر الذي تم إبلاغه من قبل السلطات الإسرائيلية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية فعليا أستطيع القول بأنها أوضاع متوترة ومتوترة للغاية قد نشهد مزيد من المسيرات إذا ما فعليا خرج الفلسطينيون بمسيرات عفوية تجاه نقاط التماس وهي متعددة نقاط التماس المنتشرة بين مدينة القدس ورامالله وكل الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية لذلك لربما هناك تصعيد قد نشهده خلال الساعات القادمة خصوصا بأن عمليات البحث الإسرائيلية تتركز على نوعين نوع استخباراتي تكنولوجي يتعلق بجمع كاميرات المراقبة المنتشرة عبر الشوارع وفي المحال التجارية في منطقة شمال الضفة الغربية تقوم محدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منذ يومين بمصادرة تلك التسجيلات لتحديد مكان ذهاب الأسرة وهي تبحث عن طرف خيط في هذا الشئين وإضافة إلى ذلك هي تقوم بتجنيد العنصر البشري الخاص بمعنى أن العملاء الذين جندتهم إسرائيل يقومون بدور آخر العامل البشري هو مهم جدا بالنسبة للأمن الإسرائيلي في الوصول إلى ستة أسرة الذين انتزعوا حريتهم تحديدا بعد فرارهم من داخل إحدى السجون حتى في إسرائيل فعليا هناك لربما تعتيم يوم أمس كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عقد اجتماعا مع قادة الأمن في إسرائيل وأصفر هذا الاجتماعا الدفع بكتائب وسرايا إسرائيلية إلى الضفة الغربية وتمديد الطوق الأمني المفروض على الضفة وقطاع غزة